أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات العزاء نحن معكم ضمن هذه الفقرة الجديدة من برنامج الموجة المفتوحة التي تأتيكم في بثحة مباشرة أيضا عبر قناة هلا وأيضا عبر موقع بانت قبل أن ننتقل إلى ضيفتنا في الستوديو نتوقف مع الخبر العاجل عن حادث طرق مروع كرب لبعين جدات مصابان بحالة حريجة وآخران بحالة صعبة إذ أسفر حادث طرق مروع وقع بعد ظهر اليوم الجمعة كرب لبعين جدات عن إصابة أربعة أشخاص إثنان بحالة حريجة وآخران بحالة صعبة وأفاد المتحدث بلسان الشرطة بأنه ورد بلاغ للشرطة حول الحادث على شارع 65 باتجاه الشمال بالكرب من المفترك مفترك لبعين جدات وأسفر كما أسلفنا عن إصابة أربعة أشخاص يتم إخلاء المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات ويحقق رجال شرطة السير في ملبسات هذا الحادث فيما تشهد المنطقة ازدحامات مرورية خانقة وتطلب الشرطة من جمهور السائقين عدم الحضور إلى المكان والتوجه إلى ترك بديلة الآن سنكون مع موضوع آخر تماما لا شأن له بالأخبار ضيفتنا تأتينا من مدينة الطيبة يا الشابة روان أنور جابر أهلا مرحبا بك روان أهلا شكرا روان أنت طالبة أكاديمية شو بتدرسي؟ بدرسي إدارة أعمال مع برمجة إدارة أعمال مع برمجة وين؟ بكلية روبين ضيفتنا ليس على أساس هذا الأساس على أنك تطالب جماعيين ولكن لأنك أنت دخلت مجال قد يكون غير مألوف على الأقل في منطقة الطيبة هو أنك أنت تقدمي مشروب المخيتو في الحفلات والمناسبات السعيدة والأعراس وللتوضيح أولا أسألك ما هو مشروب المخيتو؟ هو مشروب بيكون يعني بتحط ثلاج مع نعنع ولمون ومشروب غازي أو مشروب طاقة وبتحط معه السيرو بالمخيتو اللي هو في منه كذا طعم فيه تفاح أنا كثير أطعمة يعني يعني يعد مشروب صيفي مشروب صيفي ولكن نحن بعز الشتوية واليوم ما شاء الله للشتاء ولكن ما سر الإقبال لدى الناس على طلب هذا المشروب وللتوضيح هذا المشروب بالأساس هو مشروب يحتوي على الكحول ولكن نظرا لأن ديننا يحرم علينا شرب الكحول أنت بتقوم بإعداده وتقديمه بدون الكحول صحيح المكونات اللي ذكرتها ثلج مشروب طاقة أو مشروب غازي شو كمان؟ نعنع ولمون فيك كمان تضيف أي نوع فواكه يعني أحيانا أنا بحط مكعبات كيوي مع سيروب مخيتو كيوي يعني يعني بس ولا مرة حدا عملها كفكرة تسويقية من هالنوع يعني شو سر أن الناس يعني بحبوا يجربوا مثل هذا المشروب يعني ويقبلون على طلبه والآن أنت يعني أجرتك الفكرة أنك تفتح المجال أنك تشتغل في تقديمه في الأعراس والمناسبات ونحن بنشوف على الشاشة صور إليك لحضرتك من مناسبات مع عربائم زينة مع الأطعمة شو السر؟ الفكرة جديدة لا شك أنها الفكرة جديدة وليس موجودة ببلادنا العربية والمشروب الزاكي يعني الناس يعني بشتروا ما مخصش في أي مناسبة هم بشتروا ككنانة وفي ناس بعملوه بالبيت والفكرة أجت يعني من مناسبة عندنا بكت في الدار وكان عندنا عرس أخته وحبت أعمل شوية أجواء للأصحاب والعالم تجديد؟ تجديد آه لأنه كان شهر ثمانة فجبت ثلاج ونعنع ولمون وكانني مخيتهم بالضبط زي ما نحن قاعدين وبلشت أحضر لهم والناس يعني تشتير حبوا الفكرة وصاروا كل يوم يعني بدهم وين المخيته وين يسألوا عن المخيته بصهرة أخته بتوقفني واحدة بديت تسألني بتقول لي أنت بتعملي مخيته للمناسبات فأنا أخدت السؤال وعملته فكرة يعني مش إنه مر مرور الكرام مع إنه مش هذا المجال اللي أنا بكيت يوم الأيام بدي أشتغل فيه أو إنه أنا بتعلم شيء ونوي تشتغل ب شيء ثاني بس كنت ليش ما أعمل إشيء لفكرة جديدة وفعلا كان فيه إقبال يعني السؤال لما بلشت ما كان لديك تردد ممكن أنه ما أريد أعمل يعني ممكن أنه يزبط ما يزبطش معي اليوم أنت كيف تقيمي هذه التجربة من شهر ثماني إلى اليوم ثماني هاي السنة السنة الماضية يعني عدة أشهر ما وصلناش سنة كيف تقيمي هذه الفترة يعني مش عاملة عدد كبير من الحفلات عاملة عدد قليل نسبيا بس الكيت تشجيع قوي جدا من العيلة ومن الأصحاب حتى في ناس لا تعرفني ما أعطيت لدعم وأن الفكرة حلوة جديدة أنت بحسب ما نرى في الفيديو تعتمدي أيضا على تزيين الكاسات التي تقدميها كيف هذه اللمسات بتعطي جو ولمسة إضافية جمالية للأمر؟ حتى كنت في آخر حفلة كان في أولاد صغار أطفال وكلهم كانوا يختاروا أي كش أو أي شكل أحطرهم على الكاس لأن الأشياء تجد بالنظر حلوة غير أنه تعمل مخيته ذاتي بما أنك طالبة أكاديمية كيف توفق ما بين كونك طالبة أيضا على وشك إنهاء التعليم سنة رابعة ثالثة ثالثة أيضا سنة ثالثة فيها آخر سنة كيف توفق ما بين تعليمك وما بين إذا عندك مناسبة أو كذا أو التزام للحفلات لسه ما صارش استضام بين تعليمي ومشروع المخيته لكن هناك التوازن بينهم لأن حفلات تكون آخر الأسبوع والتعليم يكون بوسط الأسبوع فأنا هناك أنصك والحفلة لن تأخذ مني أزد من ثلاث إلى أربع ساعات ليس يوم كامل حتى لو أريد أحضر للحفلة كم ساعة قبل الحفلة أول حفلة غير عرص أختك ما كانت التي اشتغلت فيها على أساس أنت تحضر المخيته وتقدمه للناس ليس على أساس ما دعوه ما كانت هذه الحفلة بكت افتتحية مطعم في الطيرة كانت أخت صاحب المطعم هي حدا من الأصحاب الذي دعموني بالفكرة وبكت تستناني أنه أين يكون الأشي جاهز والعربية جهزت قبل ما يعملهم افتتحية المطعم بسبوع فهي دغري يعني تواصلت معي على أساس أن أنا أكون عندهم أول إشي السؤال كيف كان شعورك يومها في أول حفلة رائع شوي بوتر لأن ما ستقولي أنا بلشت إشي جديد ولا مرة بكت في موقف أن أنا بالواجهة زي هيت بس الناس كانوا لطفين وحبين الفكرة ويجوا يشربوا وصحاب المطعم برضا يعني كثيرا حبوا الإشياء السؤال أنت قلت أن هذا المشروب ما يميزه أنه في أكثر من مذااق ممكن ما مثل إيش أي مذااقات أنت بتتعاملين مثلا أنا حالية نجيب التلاس تركيز العصير في الكنان الكزازة ما الأطعمة فيه أناناس فيه بطيخ كيوي طفاح طفاح أحمر وأخضر كراز ليتشي حتى فيه كراميل وبندق يعني حتى فيه أطعم أنا لسا ما كلها مشهية ما وصلتش إن أجيبها وهي نجيبت شوي معي حسب تجربتك ولو كانت قصيرة أي مذاكة أكثر إشي مطلوب بلو كرساو الأزرق كراز الأزرق بلو كرساو هكي اسمه هكي اسمه تقريبا هكي اسمه تقريبا شو طعمه قريب ليش سؤال سعب أنت أي طعم بتفضل من بين هين الأزرق الأزرق وهو أكثر إشي بطلوب أكثر إشي حتى يعني فينا سبك تتبعك ممكن تتورجينا كيف أنت حضرت مسبقا قبل ما نبلش ثلاث كاسات مثل ما حكينا ثلج مع مشروب غازي أو مشروب طاقة نعناع ولمون وبتضيف عليها لتركيز المذاك وهنا في اللون الأزرق السؤال كده 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 بتشوفي أنه هذا المشروب مثلا مطلوب أكثر لدى صغار في الجيل أو العمار الشبابية بتشوفي أو الكل بجرب الكل بجرب بس بقدر أقول أنه الشباب يعني إحنا جيل الشباب وجيل الأطفال بتحمس من الفكرة أزيد تحبوا كل شيء جديد وغريب لأنه قلت لك الأطفال بالحفلات اللي عملتها يعني يتحمسوا من شكل كاسي غير أن المشروب نفسه ملون الكش فيه ملون أو يأتي مع أشكال أو أضع هذه الأشياء فيه بطيخ وفيه أشكال بثير بجيبها وهذا بعض إضافة لأنه اليوم نعيش بعصر اللي الناس تحب كثير تتصور وتنشر صور صحيح حبوا يصوروا اللي بتعدي السؤال روان كيف كان الرد فعلي لعائلة أنت قلت أنهم شجعوك وكذا حكينا أكثر عن الموضوع قلت لك من بعد ما سألتني هذه الصبية بالسهرة أنا إلي 6 خوابت غيري ومع إمي أتسلام فقلت لها أنه حابة أن أعمل الأشياء كفكرة عن جد أو أوسعها كفكرة موجودة وجديدة قلت لها أنه إنطرنت على شكل عرباية معينة أنا فراسي تخيلتها واخذت صور وهم بالعكس حمسوني وحبوا الفكرة وأنه شيء جديد وإحنا جماعة بالمناسبات نساعدت وهذا فعلا بصير يعني هني بجان معي الداعم الأول إلي هني خواتي فبجان معي ويساعدين وحبين الفكرة وصارون يدورون معي على أشياء في الإنترنت اللي بقدر أعمل أشياء أكثر مميز وأكثر جديد حسب معلوماتك هل هناك أحد في المنطقة يقدم أشياء من هذا النوع أو أنت الأولى؟ هناك أشياء تعمل مخيطة في المحلات لا، أنا ذكرت في مناسبات يعني مثلك مع العرباء يأتي على المناسبة كذا لا، لم أرى أحد في المنطقة بصراحة لأين حابة توصل بهذا المشروع؟ الفكرة بعدها جديدة فحاليا أريد أن أعمل بالمناسبات أكون متواجدة مع العرباء بجوز لك قدام الأشياء يتوسع لأزد من العرباء لمحل لا أعرف يعني بعدني ليس مخططة أشياء معين لكن المجالات مفتوحة هل ممكن أن تفوتي على مجال المشروبات الخفيفة أكثر للعصائر أم لا بدك تظلي مع المشروب ممكن 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 كمان لأن هناك أشخاص سألتني هل أنا أعمل مشروب طبيعي حاليا لا لا لدي المعدات التي تعمل هذا لكن الفكرة ليس مرفوضة تقريبا كل شيء مشتق من نفس المجال سؤال عندما كنت في العرص عندكم كنت في الليالي التي تحضر هذا المشروب وتقدمي لأنك أنت تحبيه أو لأنك أنت تحبي تعمليه لماذا تقدمي لضيوفكم للناس اللي جايين تهنيكم الثنتين ولكن أنا أحب أعمل يعني أحب أعمل أشياء اللي الناس ترمست منه أو الناس تحس حالها متهني منه لما عملت وألوان وأشياء حتى بخالة جبتها زي كزازة هيك وتطفى كل المشروب الغازي وتصير تعبئ في الكسات منها حلو حلو وكيف الناس مبسطة يعني أنا أحب أنه لما أعمل أشياء الناس تنبسط فيه فهي أزدي أشياء بس بنفس الوقت أنت يعني صح دخلت هذا المجال ولكن لا تهملين دراستك طبعا وإن حابة توصل في دراستك دكترات حابة إن شاء الله يعني أستمر سأخلص طائر لقب أول بلشت أدور على ما هي المجلات التي أفوت فيها بلقب ثاني وممكن لقدام كمان أعمل دكتورات يعني أحلم بأشياء أكبر ماذا تحلمي؟ أنا متخصصة ب بناء تطبيقات وأتري مواقع وفي أبني معرخوت كمان في التخصص تبعي في إدارة الأعمال حابة أفوت على العالم الهايتك وبلشت أتواصل مع الناس من المجال ولكدام بجوز اللقم الثاني تبعي يكون كمان يضم أشياء خاصة بعالم الهايتك بعدني أدور يعني بعدني مش متأكد إذا خلصت اللقب الأول وبعدين إن شاء الله سأكون أكيد أشياء عامل يعني اللي بسمع من بعيد هايتك يقول إنه شيء صعب وصعب إنك تشتغل فيه وصعب إنك تنقبله أنت اليوم سنة ثالثة وعلى وشك التخريج وصار عندك خطط للقب ثاني وممكن للقب دكتوراه بعد ما خدت هذا التجربة ما تقول إلى اللي ممكن يظن إنه هذا الموضوع من المستحيل إنه يوصل أنا لما فتت على التخصص يعني ثاني ثاني بكن مفروض إن أختار تخصص ما كنتش أعرف لأي شيء عن عالم البرمجة ومن بره بكيت أفكر إنه بس للأذكياء زي ما الكل بعرف بس من بعد تجربة هو مش بس للأذكياء هو للناس اللي عندها قدرة تقعد وتدرس وإرادة إنك تغير شوي مستحيل يعني مش مستحيل حتى أنه هناك زميلات من المجتمع العربي لا في صراحة أنت الوحيدة في بالبرمجة معي وزملاء عرب لا أنت العربية الوحيدة والإشيء شوي صعب لأن أنا محجبة عربية محجبة فرص العمل تقل لأنه ما فينا ننكر أنه هذا الإشيء عائق أحيانا لكن الكلية نفسها ستساعدني لأنه لكي شغل في المجال وفدت زي بمشروع عن طريق الكلية اللي هو يعني بربط بواصل وبين ناس من السوق العمل يعني يعني الكلية اللي بتدرس فيها ممكن أنها تواصلك توصل ما بينك أنت وزملاء لإلك مع شركات اللي توفر لإلكم العمل السؤال روان يعني لما شخص بدرس الهاي تيك أو بدرس بناء تطبيقات وما إلى ذلك وعنده هواية من هالنوع أو كذا كيف بتوزني بين الأمرين؟ بصراحة هواياتي كثيرة ليس بس هاي مثل؟ أحب أصور أحب الموضة أحب نكياد أحب أسافر أطلع أكتشف محلات جديدة أين أخر مرة سفرت؟ أين كنت أخر مرة؟ أحب أسافر أحب أسافر هنا في بلادنا أين؟ أين كنت؟ أحب أن أذهب إلى الشمال أكتشف محلات جديدة ما أعرفها يعني أفوت على تطبيقات مثل فيها مسارات أدور عليهم أذهب يعني دولة أحب تزوريها بالنسبة لإلك حلم سويسرا سويسرا طيب أحب تقولي أشي للصبايا والفتيات التي يشاهدونك قبل أن ننقذ المقابلة؟ أو لعائلتك مثلا لخواتك الخمسة ستة نحن سبع بنات سبع بنات أو لأمك إذا تحب تقولي لها أشي أمي 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 شكراً كثيراً لأنه مرة أريد أن أفعل أشياء بحياتي أو رفضت الداعم الأول هي بالحياة وتسلم ولو أعمل غلط أو صحي دائماً مسندتني وأكيد خواتي لأنه زي ما أنا بسندهم دائماً ملكين حد حتى لو كان بالمخيت والتعليم والسيارة في أي شيء بالحياة مرة قرأت جملة واحدة كتبت بمعناها كنا ثلاث خوات وكان الأمر في بيتنا بجزء تارفيه هذه الجملة كحفلة دائما يعني دائما فما بالك لما كان سبع حوات إشرحي لي كيف تعيش الواحد في بيت فيه سبع بنات وبصراحة فيتين تتجوزين واحدة الصف اللي فات واحدة الصف اللي كابل تسلم مهوم بتتزوجين هي اللي بتتزوج بتبعد عن بيت أبو أبو أبدا ترجع حيوية والأولاد الأطفال صحيح حفلة دائما عن جد لأنه إن كان فيه مناسبة المناسبة تذكر عنا على الدار لأنه نتجهز كلاتها مع بعض نشتري وخذ راي وخذ راي غير إنه بس بدا تيجي صاحبة واحدة فينا هيدا تصير صاحبة الكل في البيت الأجواء دائما حماس و دائما في فوضى لكن اللي لديه بنات لا يظن أنه لا يوجد مشاكل هنا لا يوجد وأن البيت دائما مرتب وأن البيت لا ليس صحيح الحياة ليس وردية أكيد لا ولا مرة الحياة وردية ولا عند أي حدا لكن البيت اللي فيه بنات فيه حنية وفيه صح ولفيه أم زي أمي بصراحة الله خليها أريد أن أشكرك أتمنى أن أجدك النجاح أيضا على المسار التعليمي وعلى الصعيد الشخصي أيضا في هذا المشروع وممكن أن نلتقي بعد ما تتخرجي وبعد ما توسعي هذا المشروع شكرا لحضورك روان شكرا لك المشاهدون والمشاهدات الأعزاء سنخرج إلى فاصل إعلاني ونعود مع المزيد بعد الفاصل